النهاردة الحدث كله من خلال صفحات السوشيال ميديا كان على منتخبنا الوطن لأن المنتخب أكيد بيستعد الحدث كبير بيستعد المباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ومصر دايما صاحبة الرصيد الأعلى في التأهل لهذه المرحلة من عمر مباراة البطولة مرحلة السيمي فاينال طيب النهاردة صباحا تم الإعلام بشكله عن تعيين الحكم الجنبي بكاري جسامة لإدارة مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أوليمبيا في العاصمة الكاميرونية يا ويندي بص يا جماعة الاختيار والتعيين ده ما كانش فيه حد وتغير عشان نتكلم برضو الصح والحق عشان البلبلة اللي على السوشيال ميديا أصلا كان فيه حكم من جواتيمالا كان فيه ماريس كوبار هو اللي هيدير المباراة وتم تغييره وتعيين بكاري جسامة هذا الكلام عالي تماما من الصحة حكم الجواتيمالا وأنا اتأكدت من الكلام ده من خلال مصادر موسقة ورسمية داخل الاتحاد الإفريقي أصلا هذا الحكم تم اختاره منذ حوالي يومين أو ثلاثة أنه هو خلاص خارج منافسات كأس الأمم والين يدير أي مباراة في الفترة القادمة لكن تأخر صفره إلى دولة جواتيمالا بسبب ظروف الطيران بالأمس تم حجز تذاكر الطيران وسافر مساء أمس إذن تعيين الحكم الجواتيمالي أصلا لم يحدث التعيين اللي حصل من الأول وهو الرسمي كان تعيين بكاري جسامة كان في اجتمال لجنة الحكام للاستقرار على التعيينات كان في البداية الاختيار لبملكة سيمة الأسيوب لإدارة مباراة السنغال وبوركينة فاسو ثم في المساء كان في مشاورات في مسألة اختيار بكاري جسامة إلى أن تم التعيين صباح اليوم أنا عندي في موضوع بكاري جسامة نقطتين وأتمنى الناس بس تستوعب اللي أقوله ده خاصة المسؤولين المصريين اللي شغالين في الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم الكابتن عصام عبد الفتاح تحديدا لأن أنا كاتحاد مصري أو أنا كمسؤول عن القرى المصرية لما بحط المصريين في لجان الكاف أنا مش بحطهم عشان يساعدوني لا أنا بحطهم عشان أولا ياخدوا خبرات ويكون لهم دور في هذه اللجان وفي نفس الوقت كمان يضمن أن يكون فيه حيادية وعدالة بكلمته وصوته داخل اللجان الرسمية في الاتحاد الإفريقي الرسالة اللي عايزة أوجهها للكابتن عصام عبد الفتاح يا كابتن عصام بكاري جسامة عقب مباراة مالي وغينيا الاستوئية أنا أقول بقى يعني أقول أسماء مباريات بتواريخ رسمية مباراة مالي وغينيا الاستوئية يوم 26 يناي يعني بالضبط من حوله 4-5 أيام هل بعد المباراة مباراة مالي وغينيا الاستوئية الأمور عدت بشكل عادي ولا حصلت مشاكل من إدارة بكاري جسامة أنا مش بتكلم عن الهيستوري مش بتكلم عن تاريخ بكاري جسامة مع القرى المصرية ده أنا بكلم عن حدث مالوش علاقة منتخب مصر بس ألف به وانت موجود في لجنة وعندك مشكلة فنية في إدارة حكم بتستبعده فترة وبتختار حكم أفضل وانت عندك حكام يعني مميزة آه ممكن يكونوا قليلين لكن ممكن أستعين بيكونوا في مباراة مصر والكاميرا طيب بكاري جسامة تم توجيه شكوى رسمية ضده وعن يعرض الشكوى دلوقتي على الشاشة من الاتحاد المالي لجرة القضل هذه الشكوى تم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي ويمين عام الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام بتاريخ 27 يناير يعني بالضبط الموضوع ده بالضبط بقاله أربع أيام الشكوى بيتقال فيها إيه من الاتحاد المالي؟ قال إن حصل تأثير من حكم المباراة وتقنية الفار على بعض القرارات في هذه المباراة وقال كمان إن مباراة مالي وغنية الاستوائية في الدور سمن النهائي تم حرمان منتخب مالي من ضربة جزاء واضحة والحكم كان شايف والفار تغاضى عن احتساب لمسة يد وإقناع الحكم بيها في مباراة غنية الاستوائية قال كمان الاتحاد المالي إنه بيطالب الاتحاد الإفريقي بإعادة النظر في قرارات الحكام الرئيسيين وحكام الفار يعني الاتحاد المالي باعت للاتحاد الإفريقي يوم 27 يناير بيقوله بكاري جسامة في هذه المباراة حصل منه 1-2-3 وهو حكم الفار حكم الفار وقتها كان حكم مغربي وبيطالب الكاف بإعادة النظر وبحس هذه الأخطاء طب إنت هتبحث الأخطاء وتشوفها وعلى فكرة هذه المباراة فعلا كان فيها أخطاء تحكمية كبيرة جدا هل بعد 4 تيام تجيب المباراة مصر والكاميرو؟ يعني آلف دي أنا كلاجنة وبدير ملف مهم زي ده حكم عنده مشكلة أجيبه في مباراة زي دي جانيسي كازو في مباراة تونس كان عنده مشكلة بس الاتحاد التونس واتأخذ موقف ضد جانيسي كازو وتم شكوى رسمية ضده طلعي بقى تعبان ابتعد لفترة صاحب تعبوا عموما جانيسي كازو بيعد عن المباراة الرسمية آه دخل غرفة الفار في بعض المباراة لكن بيعد ما شفناهش في الملعب خلال هذه المرحلة وحتى في الدور نصف النهاء القاضي فبجاري جسامة الأولى أن بعد هذه الشكوى وبتنظر فيها وتشوف المشاكل الفنية وشكوى رسمية من الاتحاد المالي أن الرئيسه ماماده توريه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي يعني رئيس الاتحاد المالي لو عضو المكتب التنفيذي للكاف بيشتكي للكمية الحكام بيقول لهم عنده حكم عمل واحد اتنين تلاتة اربعة فين دورك يا كابتن أصام عشان يجي حكم زي ده فيه شكوى رسمية ضده يتعين لقبارات مصر والكاميرون بعد حوالي أربع أيام من الشكوى ده كل ده أنا مش بتكلم على الناحية التاريخية ده أنا بتكلم بس عن مستند وشكوى رسمية حصلت من أربع أيام